وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تصدفها كينيا ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ثلاثة كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ كوب 27 وتعقد القمة على مدار يومي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية